السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر جديد مؤسف جدا أرعب قلوب المصريين بتفاصيل جريمة بشعة في الشرع الام وفي وضح النهار في مصر في محافظة ألف يوم تحديدا واحد أحياتها نحامي عندما أقدم شخص على قتله أمام زوجته بالطريق العام وفي وضح النهار بسابة خلافات سابقة عاوزين نشوف إيه التفاصيل وإيه اللي يخلي واحد يأتي الجوربة زيب طريقة البشعة بفأس الرجل كان آجز ونحن سوفين أمام منزله مع زوجته أولاده فوجد حد داخل عليه بفاس ويخبطوا وخبطوا عدة مرات بالفاس بطريقة بشعة وقفضت إلى الوفاة في أعلى الفور ويهتم القبض على الجار وعاوزين نشوف إيه سبب الخلافات وإيه اللي يخلي جار يأتي الجار ومش حد بريد يعني عليك تقود تفاصيل الواقع عاقب تجاول عبد من رجولاد موقع تواصل الكناعي في فيديو اللي هي لحظة مقتل محامي على يد جار أن الضحية كان يجلس أمام منزله مع زوجته اللي يخرب ويسبب لو عده ضربت بالفاس على رأسه ورقبته ليتم الإمساج بالقاتل بينما كان الجان يلفظ أنفاسه الأخيرة التحريات الأولية كشفت أن المتهم كان دعم التعبدي على والدته وحاول المحامي الإصلاح بينهما وندخل عدة مرات لحمية الأم من بطش ابنها في قراء الجاني الانتقام منه وما أن أراه جليسا أمام منزله حتى جمعه وأنهى حياته تلقت قوات الأمن بلاغا بمقه الأربعيني في وضح النهار بطريقة بشعة بقرية الإعلام بدائرة المركز وانتقلت قوة أمنية من المركز وتبين مسرع المحامي في الحل سيد أويس خلف المحامي لا يزال في العقد الرابع من عمره الذي قدر على يد جاره حيث كان يجلس أمام منزله مع زوجته وعاجمه دوره من الخلف وصدت له أعده ضربات قابلة بفاسدق فلافظ انفاص الأخيرة على الفور وسط صراخ زوجته وولاده الذي أصيل بحاله من الهلع والخزع وتفع مرفق أسعاف الفيون بسيارة أسعاف إلى مكان الحص حيث وزراء نقل الجسة إلى مشرعة مستشفى النص حيث تتصرف لهذا التحقيق التي انتربت أطبات الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وعلى تقرير بأسولها فتسليم الجسة لزويها والتصريح بالدفنة فور الانتهاء من التشريح وانتهاء الإجراءة القانونية وكشفها أحد أهالي الإعلام لتابعه لمحرصة الفيون وتصيل وفاة المحامي وذلك بعد التعدي في هذه الطريقة الوحشية بفائز زراعي خلال الجنس مع زوجته وولاده وقال أحمد زاكي أحد يران المجن عليه أن الراحل كان حسن السيرة وطيب الخلق وكان جميع أهل قرية يحبونه وياه ولم يعد بأحد الضوال حياته مشيرا إلى أن الطريقة الحصوب في هذه كانت طريقة مفاجئة للجنية ومجانبة كشفت زوجته ومن المجن عليه حاول الإصلاح بين أهل المتهم والثقيقته ونجح في ذلك كما نظفت أن المتهم منذ وذلك الوقت بيت النية لقتل زوجي وفي يوم الوقاع اعتدى عليه المتهم فائز زراعية خلال جروسة ومنزله مضيفة وإحنا عاديا طلب مني أعملك بيت شيء لكن منحقتش باية المتهم جايد فإن نزل على أرسه من وراء وراء بيت حد جريمة مصيفة بالفعل يعني جران هو بيت النية عشان كان بيصلح على أخته وشاققته وأمه أتبع هنا في أخبار أخرى ترجمة نانسي قنقر